تروج لتداول السلطة وحق التظاهر ونشر الديمقراطية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وأن تلجأ هذه الدول الأوليغارشية التي لا تملك أي دستور أو نظام انتخابي حقيقي ولا تمارس الديمقراطية إلا من خلال شاشات الفضائيات وقاعات المؤتمرات الفخمة أن تلجأ إلى مجلس الأمن لمطالبة سوريا بالإصلاح والديمقراطية سوريا التي كان لديها حكومة برلمانية في العام 1919 أي بعد عام من انهيار الدولة العثمانية في الوقت الذي كان فيه لورنس العرب يعبث بمصير ومقدرات تلك الأقطار ويعمل على إعادة عقارب الزمن إلى مرحلة جاهلية سيد الرئيس لقد وقعت سوريا على بروتوكول إرسال المراقبين حرصا منها على إبقاء الموضوع في البيت العربي وأثبتت سوريا التزامها الكامل والدقيق بخطة العمل العربية والبروتوكول الموقع بين سوريا والأمانة العامة للجامعة العربية وقد وثق تقرير بعثة المراقبين المقدم إلى الجامعة العربية ذلك في الفقرات 37, 38, 39 و73 من التقرير وأكد بوضوح كامل كل ما كنا قد ذهبنا إليه سابقا من وجود حملة إعلامية وسياسية تضليلية مبرمجة تقوم بتشويه وتزوير الوقاء على الأرض هنا أشير تحديدا إلى الفقرات 29, 68 و69 من التقرير ووجود مجموعات إرهابية مسلحة استغلت المطالب المشروعة للشعب السوري في الإصلاح لزعزعة الاستقرار والأمن في سوريا والقيام بهجمات إرهابية ضد مؤسسات الدولة وضد المدنيين والعسكريين على حد سواء أشير هنا تحديدا إلى الفقرات 26, 27, 71 و75 هذا إضافة إلى أن الفقرات 44 من التقرير تشير بوضوح إلى أن الصحف الفرنسي جيل جاكيي قد قتل نتيجة لإطلاق قذائف هاو من قبل المعارضة وتستغرب سوريا أن هذا الحادث المأساوي لم يثر حمية الدبلوماسية الفرنسية لمتابعة هذا الموضوع خاصة وأن سوريا قد شكلت لجنة تحقيق في هذا الحادث برئاسة قاض ومشاركة مندوب عن القناة الفرنسية التي يعمل فيها الصحفي المغدور لقد قرأ السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيانه بعض الفقرات لكنني آسف لأنه انتقى من التقرير أشياء وأغفل ذكر أشياء أخرى أريد أن أقرأ على مسامعكم فقط ما ورد في الفقرة 26 فقط في بعض المواقف تقوم القوات الحكومية باستخدام العنف كرد فعل على الاعتداءات التي تمارس ضد أفرادها وقد لاحظ المراقبون العرب قيام جماعات مسلحة باستخدام القنابل الحرارية والقذائف الخارقة للدروع انتهى الاقتباس ان السيد الأمين العام لجامعة العربية وهو زميل عزيز اعترض على طلب بعض أعضاء هذا المجلس الموقر بدعوة الجنرال الدابي إلى المشاركة في هذه الجلسة اليوم كما أن تقرير المراقبين العرب لم يرسل إليكم ضمن الوثائق التي أرسلت من مقر الجامعة العربية سيد الرئيس إن قرار الجامعة الأخير بالذهاب إلى مجلس الأمن ما هو إلا التفاف على نجاح مهمة المراقبين العرب ومحاولة للقفز عن تقريرها لأنه بكل بساطة جاء مخالفا لمخطط بعض الجهات العربية وغير العربية ممن يدعون زيفا الحرص على الدور العربي في حل الأزمة في سوريا في الوقت الذي عملوا فيه على إفشال مهمة البعثة بشدة الوسائل وشنوا حربا إعلامية وسياسية مركزة ضدها لا بل إن بعض المسؤولين العرب والأوروبيين قد شككوا بجدوى البعثة قبل بدء عملها ومنهم السيد رئيس وزراء قطر الذي زار نيويورك وواشنطن وعواصم أخرى بعد أسبوعين فقط من بدء عمل البعثة مصرحا بعدم وجود فائدة من استمرار بعثة المراقبين ومطالبا بنقل الموضوع إلى مجلس الأمن هذا في الوقت الذي أبدت فيه سوريا التزاما كاملا ببنود البروتوكول على الرغم من تضاعف عدد ضحايا قوات حفظ النظام والاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة ثلاث مرات بسبب التعليمات التي صدرت للجماعات المسلحة من الخارج باستغلال وجود بعثة المراقبين العرب للتصعيد إن سوريا ترفض أي قرار خارج إطار خطة العمل العربية التي وافقت عليها سوريا والبروتوكول الموقع بينها وبين الجامعة العربية وتعتبر القرار الذي صدر على اجتماع مجلس الجامعة الأخير انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت من أجلها الجامعة العربية وانتهاكا للمادة الثامنة من مثاق الجامعة والمفارقة العجيبة سيد الرئيس أيها السادة هو أن الجامعة العربية قد طلبت من الحكومة السورية تمديد مهمة المراقبين العرب لشهر آخر وقد وافقت دمشق على ذلك فورا غير أن الجامعة سرعان ما ناقضت نفسها عندما تجاهلت نتائج تقرير البعثة التي أوفدتها وعملت على نقل أزمة في بلد عربي إلى مجلس الأمن وأوقفت عمل بعثة المراقبين لاحقا سيد الرئيس إن النزعة الجامحة لدى بعض الدول الغربية للتدخل في شؤوننا الداخلية والخارجية بشتى الطرق ليست بالنزعة الجديدة أو الطارئة بل هي نهج مستمر ومنتظم منذ اتفاقية سايكس بيكو في العام 1916 ووعد بيلفور في العام 1917 مرورا بالدعم اللامحدود الذي تقدمه لإسرائيل في سياساتها العدوانية واحتلالها للأراضي العربية سيد الرئيس نعرف جميعا بأن الإطار القانوني الدولي الذي تعمل الدول في فضائه يقوم على مبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية وقد كرس هذا المبدأ في المادة الثانية من مثاق الأمم المتحدة المادة الثانية من مثاق الأمم المتحدة وليس المادة 52 من مثاق الأمم المتحدة التي تحدث عنها الدكتور نبيل العربي وكذلك في المادة الثامنة من مثاق جامعة الدول العربية في هذا الإطار نؤكد على المسئولية الحصرية للحكومة السورية في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وفي حماية مواطنيها من أعمال الإرهاب والتخريب التي تقوم بها المجموعات المسلحة المجموعات المسلحة وليس المتظاهرين السلميين وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في سوريا والمعاهدات الدولية التي سوريا طرفا بها بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وللأسف وبدلا من احترام هذه المبادئ الراسخة في القانون الدولي وفي إطار المحاولات المحمومة للتدخل في شؤون سوريا الداخلية من قبل الدول المتبنية لمشروع القرار الفرنسي ضد سوريا والتي سمعنا عددا من مسؤوليها الذين وقعوا فجأة في غرام الشعب السوري بعد مرور دولهم في حالة سباة عاطفيا عجيب تجاه شعبنا على مدى قرون يحلمون واهمين بعودة استعمارهم وهيمانتهم عبر مثل هذه القرارات ومن خلال استحداث مصطلحات خاصة بهم لتبرير التدخل في شؤون سوريا الداخلية وتضليل الرأي العام العالمي تماما مثل ما ضلل هذا الرأي لقتل 130 ألف مدني ليبي بحجة حماية المدنيين وقتل مليون عراقي باستخدام مختلف أنواع الأسلحة بحجة نشر الديمقراطية والبحث عن أسلحة الدمار الشامل غير الموجودة أصلا وتدمير أفغانستان بحجة محاربة الإرهاب وإقامة السجون السرية والمعتقلات في جوانتنامو وأبو غريب بحجة نشر الحرية ونحن إذن أكد بأن سوريا قوية بشعبها وستبقى عصية على أعداء هذا الشعب فإننا ندعو من على هذا المنبر كل من يساهم في تأجيج الأزمة السورية عربا وغير عرب إلى مراجعة سياساتهم هذه والكف عن سفك دماء الشعب السوري فلا يمكن أن يكون المرء مولعا بإشعال الحرائق وأن يزعم بأنه رجل أطفاء في آن معا كما ندعوهم إلى دعم الحوار الوطني وبرنامج الإصلاح السياسي الذي تنفذه القيادة السورية تلبية للمطالب المشروعة لشعبها وأذكر على سبيل المثال للحصر أنه في شهر شباط القادم فبراير الشهر القادم سيتم إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد انتهى الإعداد له يحقق التعددية الحزبية والسياسية وتداول السلطة كما سيتم إجراء انتخابات برلومانية في النصف الأول من هذا العام بحيث يكون صندوق الاقتراع الديمقراطي هو الفيصل ختاما سيد الرئيس نحن نتوقع من مجلس الأمن أن يكون منبرا يشجع على الحوار كسبيل لحل الأزمات وليس صانعا ومؤججا للأزمات ونعتقد أن من شأن كل من يساهم في هذا التأجيج تقويض الأمن والسلم الدوليين بدلا من أن يحفظهما ونرحب في هذا الصدد بالمبادرة الأخيرة التي تقدم بها الاتحاد الروسي من أجل رعاية حوار سوري في موسكو لحل الأزمة وشكرا سيد الرئيس I thank the representative of the Syrian Arab Republic for his statement and I'll give the floor to members of the Security Council موسيقى